موسيقى أريستوفي لسوف عاش بين 384 و 322 مقبل الميلاد من مقدونية اللي كانت تخلى في اليونان القديمة كانت تلميت في الأكاديمية دي الأفلاطون الكتر من 20 سنة تتعتبر واحد من الفلاسفة القلال اللي هدر علاجه على المجالات المعرفية في لوقيته دياله اهتمامه كان مركز على الطبيعة الحية بالتالي ما كان شغل آخر فلاسوف اليونان بل وكذلك أول عالم أحياء في أوروبا في عام 338 قبل الميلاد أريستوفي كان هو المدرس للإسكاندر الأكبر ابن المالك فيليب الثاني الشي اللي خلت تكون عنده مكانة مهمة في ديالوقيته فشل الإسكاندر الأكبر مالك؟ أريستوفي رجع لأسينة اللي كانت فيها الأكاديمية ديال أفلاطون وفتح الأكاديمية الخاصة به اللي دوز فيها معظم السنين دي حياته كمدرس وكاتب وباحث حتى الوفاة ديال الإسكاندر المقدوني الإسكاندر الأكبر أريستوفي كان معروف بأنه فش كانت يقرر تلامت دياله كانت يقررهم وهو تمشي والتلامت دياله تبقى وتبعينه على هاتش تلقبو بالأشخاص المسافرين هاد الأكاديمية ديال أريستوفي كانت تتهتم بمختلف العلوم الرياضيات، الفلسفة، السياسة، والفن دون فيها أريستوفي تلامت دياله ولملاحظات ديالهم في مخطوطات شكلته أحدى من أهم المكتبات في العالم أريستوفي كتب ما يقارب بمئتين عمل أغلبيتهم كان على شكل ملاحظات ومخطوطات ومن أصل هاد مئتين عمل بقت من هغي واحد وثلاثين اللي متداولة الأستاذ دياله أفلاطون كان مركز الاهتمام دياله على العالم ديال الأفكار الواحد الحد اللي تيجاله معطاحتش اهتمام للطواهر الطبيعية ودوارات الحياة وإلى مشينا بعيد نقدر نقوله أن أفلاطون دور ظهره لعالم ديال الحواس بحيث أنه بغي يخرج من الكهف بش تكون عنده نظرة على عالم الأفكار الواضح أريستو در العكس تماما تحنا علي يديه رجليه بش يدرس الحشارات والأسماك طفاضع والورود والأزهار أفلاطون كانت يستعمل غير العقل دياله ولكن أريستو كانت يستخدم العقل بالإضافة للحواس الفرق بين نظرية دي الأريستو وأفلاطون هي أن أفلاطون تشوف أن أعلى درجات الواقع كينا في الأفكار ديالنا ديكش اللي سنفكروا فيه بواسطة العقل بينما أريستو تشوف أن أعلى درجات الواقع هي كل ما هو تندركوه بالحواس ديالنا أفلاطون تشوف أن أي حاجة سنشوفوها قدامنا ولا ضايرة بنا هي غين عكاس لشي حاجة كينا في العالم ديال الأفكار بينما أريستو العكس تشوف أن ديكش اللي كينا في النفس البشرية وغين عكاس لأشياء الطبيعية أشياء اللي كينا في الطبيعة والطبيعة ببعدها تتشكل العالم الحقيقي على حسب أريستو تحاجمة تكون متواجدة في الواعي ديالنا قبل ما ندركوها بالحواس العكس سماماً عند أفلاطون اللي قال أن التحاجمة كينا في العالم ديال الحواس ما كانش داجة في العالم ديال الأفكار من بعد ما أكد أريستو الموقف دياله من نظرية ديال أفلاطون اعتبر أن الحقيقة مكونة من أشياء مختلفة إلا خدينا كل وحدة منها بطريقة من فصلة غيباً لنا أنها مكونة من شكل ومادة المادة هي ديال الحاجة اللي تتكون من هالشيء أما الشكل فهو فيه مجموعة ديال الميزات الخاصة النوعية وعطى مثال بالتجاجة تقول أن التجاجة تتصفق بجناحة تعني أن الشكل ديال التجاجة تفسر كونها تتصفق بجناحة بالإضافة لأنها تتقاقي وتتبيض هادشي تغطى الميزات الخاصة بالنوع ديالها أو بالأحرى شنو تتدير هالتجاجة فاشتتموت وتتوقف على المقاقة والتصفق بالجناحين ديالها تتوقف الشكل ديالها وما تبقاش موجود الحاجة اللي تتبقى منها هي المادة تعني أنها متتبقاش دجاجة بمعنى الكلمة أما بالنسبة للبيضة ديالتجاجة فهي دجاجة بنفسها وخا ما تعنيش أن نقاع البيضة تغيولي والتجاجات حيث بثاف منها غيثالي بها المطاف كبيضة مسلوقة في الفطور والأوملات الشيء اللي ما تسمح لهاش تكون في الشكل المفترض اللي هو الدجاجة ولكن هاد البيضة اللي تتلقات ولا للتقلات مع مرها ما كانت غا تخرش شي بطة ولا وزة ولا هجلة حيث هاد الامكانية ما كانش في هاد البيضة أصلا لأن الشكل ديالحاجة هو اللي تدلنا وتورينا أشنو غا تتولي ديالحاجة مش غي هاد شي بوحده ولكن بالإضافة لأنه ترسم لنا الحدود ديالحاجة تلعب الفرق بين الشكل والمادة دور مهم فاشتوصف أريستو الكيفية ديال تمييز الإنسان للأشياء في العالم تنستفو الأشياء اللي تنضركوها في مجموعات وفصائل متنوعة تنشوفو حيصان وتنشوفو وحد آخر ووحد آخر ما شي قاع الأحصانة متشابهة تماما ولكن كين شي مشترك بينتها كلها هاد عنصر التشابه تيكون بتحديد شكل الحيصان أما الشي اللي تيميز حيصان على الاخر ترجع لمادة ديال الحيصان هاد شي اللي طاري في العالم تنفصلو الأشياء وتنصنفوها تنحطو البقر في الكوري والخيل في الإستابل وبنادم في الضيور كيما تدر حتى بنادم نيت بنفسو فاشتي حط حويجو في بلاكار الصابون في الحمام المعن في الكوزينة تنميزو بالأشياء اللي مصايبة بالحجر والصوفة والبلاستيك تنميزو بالأشياء الحية والجمدة تنميزو كذلك بالنباتات والحيوانات والإنسان المفهوم اللي كان عند أريسطول المجتمع هو أن الإنسان خاصو ما يتوقفش عند مظهر واحد من المظاهر ديالأشياء حيط الإنسان حيوان اجتماعي على حد قوله وبلا مجتمع ضير بينا ما تنكونوش بشار حقيقيين حيط الأسرة والقرية والمدينة هما اللي تغطيو قاع الحاجيات الأساسية للحياة حل غداء دفء الزواج وتربية الأطفال أما الشكل الأعلى ديال المجتمع فما يمكنش يكون مغار الدولة هنا في انتهدرنا أريسطول لثلاثة الأشكال ناجحة للدولة الشكل الأول تكون فيها غير رئيس واحد بحيط تكون هاد الشكل صالح ومخصوش يخضع للطغيان أي مخصوش يكون راجل واحد تيوجه الأمور لمصلحة الشخصية الشكل الثاني هو الأريستقراطية بحيط تلقوا أعداد متفوتة بالمسؤولين وخاص الحرص على عدم تحول هاد الشكل اللعبة في يد مجموعة من الحكام أما الشكل الثالث فأريستوس يسميه بالديمقراطية ولكنه تقول أن هاد الشكل تهوى عنده مخاطر بحيط أنه تقدر تحول الدولة من ديمقراطية الشمولية أريستوس كانت تعتقد أنه لابد من وجود واحد المسير ديال هاد الكون اللي مخليه في حالة حركة كانت تعتقد أن حركة النجوم والكواكب تتسيطر على حركة الأرض وتقول أنه لابد من وجود قوة تتسيطر على حركة النجوم والكواكب هاد القوة هو تسميها بالمحرك الأول هاد الآخر تقول أنه تبت وما تتحركش ولكنه تبقى هو المصدر لكل حركات الطبيعة باش نعيشوا حياة متفتيحة أريستوس يقول أن الإنسان متى يكونش سعيد الليلة نمجع القدرات اللي تمتلكها وهنا يتميز بين ثلاثة ديالأنواع ديال السعادة اللول هو أن الحياة متعة وتسلية الثاني هو تعيش كمواطن حر مسؤول والثالث هي تعيش كعاليم وفيلسوف تقول أن هاد الأنواع بثلاثة بهم خصوم يتوفروا ويتجمعوا عند الإنسان باش يقدر يعيش في حياة سعيدة بحيث أنه ترفض جميع أنواع التحييز فيما يخص العلاقة بالبشر تقول أنهما خصناش نكون جباناء ومطورين وإنما خصنان نكون شجعان تقول أن القليل من الشجاعة هو جبن والكثير منها هو وقاحة لما فيهاش فائدة بالإضافة لأنهما خصناش نكون بخلاء ولا مبديرين وإنما خصنان نكون كورماء هنا أيضاً تقول أن القليل من الكرم تيكون بخل والكثير تيكون في حال رامي النقود من نافذة نفس الشيء سيطبقه على الماكلة من الخطر ناكله بساف ومن الخطر كذلك ناكله غير شوية أريستو تقول أنه خاصنا نعيشه بتوازن واعتدال حتي الوسيلة الواحدة اللي غد يعيش بها الإنسان في سعادة أريستو كانت عنده نظرة مختلفة على المرأة كانت يعتقد أن شي حاجة نقصها تقول أنها رجل غير كامل وأنه في العلاقة البيولوجية بين الرجل والمرأة تتكون المرأة السلبية ومتلقية في حين أن الرجل تكون إيجابي ومعطاء الطفل اللي تيجي من مورة هذ العلاقة تيوردت على حساب أريستو غير الصيفات ديال الأب دياله بحيث أنه تعتقد أن الصيفات ديال الطفل تتكون كاملة مكملة في الماني ديال الرجل تقول كذلك أن المرأة في حال شي قطعة ديال الأرض تتكتافي بأنها تتلقى البودور وتتخلي هي بدورها هذ البودور تكبر في حين أن الرجل هو الفلاح اللي تزرع هذا البودور المصطلح المضبوط ليستعمل أريستو هو أن الرجل تيعطي الشكل في حين أن المرأة تتعطي المادنة تتمنى تكون دستانتكم فرجة ممتعة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء